مرحبا بكم مخاطبكم صابر مصمودي مترشح أعدد واحد على السياقص الغربية مدير مخبر مختص في بيوت تكنولوجيا الصحة خبرة 25 سنة في مجال وظيفة العمومية وحسن التسير جيت نحطها في خدمة منطقتي وبلادي والحمد لله فرحان برشا مثيقة اللي حديت بها من خلال فوزي بالمركز الأول في الدور الأول للانتخابات التشريعية اليد اللي تمدت بالكفاءة والأخلاق لقات صدى كبير وكل ما نرجوه أن الثيقة هذه تلقى صدى أكثر حيث أني نؤمن أنه أخلاقت الحياة السياسية أكثر من ضرورة لنوصل بلادنا إلى بر الأمان بعد محاسبة بقضاء عادل هنا اخترت التترق لبعض النقاط ذات أولوية محلية ووطنية باعتباري كنائب مشرع ومساهم في تحديد الميزانية وكذلك كممثل لصوت دائرتي عند الصلاة الجهوية ولصوت ولايتي لدى الصلاة المركزية سأتترق سريعا لبعض النقاط من برنامجي الانتخابي أول نقطة من سميم اختصاصي هي في ميدان التعليم سندعم مجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي منصوص عليه في الباب التاسع للدستور من مشاكل أخرى للحانية الآنية اللي موجودة في مدينة اسفاقص ثم عنها مشاكل البيئة لهنا بالنسبة للنفايات بالإضافة إلى الحلول الآنية من مصبات مراقبة سأعمل على وضع التشريعات الضرورية ودعم الشراكات مع المؤسسات الجامعية والخاصة لتكون البلديات قادرة على تثمين فضلاتها ومن هنا نفعلوا الاقتصاد الدائري والبيئي نقطة أخرى في برنامجي هي دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة لتنشط في مجالات التكنولوجيا المتجددة والحديثة وهنا أحسن مثال الشركة اللي تحصلت أيام التالي على باعة بأكثر من ألف مليار وهي شركة وقع تأسيسها في تونس سنة 2014 من بين النقاط أخرى اللي مش نتعرضوه له هي تهم الولايات التاعي مثلاً إنجاز الميترو الخفيف اللي يربط ساقيت الزيت بالسفاقص الغربية وهنا نسهلوا التواصل بين الجامعة في الجنوب والقطب التكنولوجي كيف كيف نسهلوا تنقل المواطنين للمراكب التجاري جديد وهنا نهان السفاقصية به المراكب التجاري وكيف كيف علاش موش في فترة قادمة التنقل للملعب الرياضي المبرمج في السفاقص الشمالية على مستوى الدائرة ما يمكننيش ما ننقلش صوت العديد من الناخبين المطالب ببعث بلدية بسفاقص الغربية نظر لكثافة السكانية ولتسوية بعض العقارات العقارية لبعض الأراضي السكانية في أحيائها وبرام اتفاقيات بين مندوبية التعليم والنوادي للتنشيط الرياضي والثقافي نقاط أخرى تلقاها في برنامج الانتخابي ونجموا كيف كيف نتلقاوا باش نتناقشوا أكثر في الآليات لتحقيق هذه الوعود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته